بدورها نجحت السلطات المصرية في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد من جهتها تقدمت نقابة الصحفيين بالشكر للدولة والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل للدحدوح إلى مصر لطلق العلاج كما وجهت النقابة الشكرى لكل أجهزة الدولة على بدل الجهد للمساعدة في علاج الجرح الفلسطينيين من جانبه وجهت دحتوح الشكر لمصر ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وعلى دعمهم للقضية الفلسطينية